السلام عليكم اسمي وليب وزير مدير قسم الخدمة الاجتماعية نحن في الخدمة الاجتماعية يعني عندنا مهام كثيرة بس من ضمنها يعني أصبح شغلنا الشغل اللي هي التذاكر وتعويض المرضى بالسكن يشزعني المفروض ما يكون هو هذا عملنا بس كثرة المرضى اللي يجون نصنع عن ذي الحاجات يعني أصبحنا نقع في حرج بصراحة وكثير يجون من من الهيات ويقولون الهيات الطبية قالوا أنه الخدمة الاجتماعية أو المستشمالك فصل التخصي هم يدوكم تذاكر هم يعوضوكم على السكن طبعا هي هذه مش من مهام الخدمة الاجتماعية بس بسبب الاحراج فأنا مثلا اللي يواجهني بعض المرضى لما يجون مثلا وما عندهم تذاكر وما مداهم أو ما عطواهم الهيات الطبية تذاكر هنا المفروض يكون فيه آلية بين الهيات الطبية بمعنى أنه مثلا نحن ممكن نرسل المريض إلى الهيات الطبية في الرياض ويعوضون أو يعطولوا سكن التذاكر رجعة ويتم التنسيق في تسديد الأمور للتزامات المالية بين الهيات الطبية فما دي أنا وش وجهة النظر في هذه كمان هذا ينطبق على الإخلاء المرضى اللي يجون بالإخلاء الطبية أو أنه مثلا جاب تذكرة عادية ويبغي يرجع مثلا إلى كنقالة مثلا حسب توسط الطبيب المعالج كل هذه الأمور أنا ما أدري كيف يعني يتم مثلا نحلها لأنها يعني أنا أتقد هذه من نهام الهيات الطبية وكذلك كمان السكن السكن لما نيجي بمخارج منطقة الرياض وعنده موعيد كثيرة فييجي يقول أنا أبغى سكن فآلية أنه تعويض المريض بعد ستة شهور سبعة شهور المريض ما يقدر ينتظر مثلا عساس التعويض هذا لأنه يعني مكلف السكن في الرياض فما أدري كيف إذا كانت تتحلون الإشكالية هذه هذه تقريبا أنه أبرز النقاط يعني اللي تواجهنا بصراحة أحنا ما نحترس إيجابة الآن ولكن أحنا نذكرها كلها إن شاء الله وحن نرسلكم يتراجعوا أنت كل الأمور يذكرها إن شاء الله ونشوك ممكن أنتم عندكم تعالجوها كهياء الطبية ترجمة نانسي قنقر